موسيقى السلام عليكم سيدركم يا جماعة عامليني يا اخباركو ايه يا رب تكونوا بخير وعلى خير في بداية كل فيديو لازم اشكر كل واحد فيكو دعمني بلايك الفيديو او كتاب لي تعليق على فيديو شافهولي بجد انا ممتنب كل واحد فيكم وافضل كل الفيديوهات بتاعتي اشكر كل واحد فيكم على اللي هو بيعمله معي وباشكر كل جمهوري وجمهور قناة فرهادة لان دايما بتخلوني عاجز عن الشكر من كتر الكلام الجميل اللي بيجيلي في التعليقات منكم دايما مع بعض دايما ايد واحدة او دايما دعمين وقفين في ظهري ودايما سنة عدلية دايما القناة دي من تقدم لتقدم من النجاح للنجاح بفضلكو انتو لان اصلا هي دي قناتكو انتو مش قناتي انا وانا بجد بتمنى ان كل الفيديوهات اللي انا بقدمها ليكو تكون بتنعر رضاكو وتكون عند حصن زنكو ويا رب دايما متجمعين على الخير ودايما مع بعض من النجاح للنجاح الجزائر زي عشان انت السبب اللي انت قلتو ده محمودي هم بيقدموا دلوقتي اجماع احنا بنعمل ملاعب جديدة هو عايزين نستضيف كاسة الهم براقل براقل اللي هو في احد ضواحي العاصمة الجزائر ودا واحد من الملاعب اللي فيها فخامة كبيرة جدا جدا محمودي ده الملاعب ده على فكرة تسمى نيلسون مندلة وده الاول مرة في تاريخ الجزائر دايما يسموها عادي ده جديد ولا مستحدث؟ لا ده جديد ده جديد ده جديد ده نجم الكبير طبعا نجم ملديت وهران احلاهم دول عشان ده بالقلوان واضحة شوية يعني لا وتقدر تقول ده يعني احلاهم شوية ولكن انا منوجة نظري براقي رائع براقي براقي انا عجبني جدا وانا الجزائر اولا في ملاعب جديدة ده رقم واحد سانيا بطولة المحليين في اطار السعي لمحاولة والصراع كبير بين الجزائر والمغرب على كاس الامم الافريقية فيه عشرين خمسة عشرين ضرفنا عايزين يكون في ملاعب على اعلى مستوى ده اللي موجود تا ايه بقى الاخبار في الجزائر؟ ما بين الماضي والحاضر الجزائر قبل كده استضافت كاس الامم الافريقية اللي احنا عارفينها مش قاس الامم افريقية في المحليين سنة اتسانة وتسعين اللي تقوبت بقى الجزائر اللي اول مرة في تاريخها مع محمد كارمالي كان على ملعبين فقط ملعب عنابة وملعب خمسة جولي الملعب الرئيسي الاكبر في دولة الجزائر اللي في العاصمة الجزائر ولكن النهاردة الجزائر زي عشان انت السبب اللي انت قلتو ده محمودي هم بيقدموا دلوقتي اجماعة احنا بنعمل ملاعب جديدة اهو عايزين نستضيف كاس الامم الافريقية ده ايه بقى؟ ده بتتفرج عليه ده ملعب عنابة قبل كده تم انشاء سنة 1987 واستضافت كاس الامم الافريقية ده القديم ده القديم ولكن تم تطويره وتجديده في مدينة من اجمل مدن الجزائر جوهرة الشرق زي ما بيقولو وعلى فاكرة لازم انا كمان احبها اكتر انها فيه وحب يحب اسمعه لطف دوبلكانون هو اصلا من مولدة النابة كمان فاااا عايز اقولك ان الملعب ده تم تطويره وتحديثه بشكل رائع جدا حتى ان الملعب وانت بتتفرج عليه من بساطة بتاعته تحس فعلا انه ملعب حيبقى ملعب من الملعب المحترمة تضيف اللي كمان لدولة الجزائر لو انت حتى بتخش السبق بتاع عالفين خمس وعشين النابة براقي 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 اللي هو في احد ضواحي العاصمة الجزائر وده واحد من الملعب اللي فيها فخامة كبيرة جدا جدا محمود الملعب ده على فكرة تسمى نيلسون مندلة وده الاول مرة في تاريخ الجزائر دايما يسموها عادي ده جديد ولا مستحدث ده جديد ده لسه معمول جديد مش حاجات طوارت الملعب ده كان حيتسمى على اسم عبد الحميد كرمالي وكان الغراوة صرح بالامر ده 2016 لكن فجأة تغير الامر واصبح لنيلسون مندلة لانه قالوا انه نيلسون مندلة كان على علاقة طيبة بدولة الجزائر ويمكن دي الاول مرة دايما تسمى على اسام الشهداء الجزائرين لهم طبعا منا كامل الاحترام والتغدير بيبقى على اسام الملعب او اسامي تواريخ مهمة في الثورة الجزائرية يعني 19 مايو 8 مايو لكن ده لأول مرة ابقى نيلسون مندلة واحد من الملعب الجديدة المستحدثة ملعب براقي اللي يسع لأربعين الف متفرج وده ملعب من جوه حتى نظام الكراسي بتاعته والالوان اللي تم اختيارها فيه مريحة للعين بشكل رائع يعني انت بتفرج عليه من بساطة التصميم تنبسط بشكل الاستاذ فده ملعب براقي تخش تاني على الملعب اللي بعد كده ملعب محمد حملاوي ده لنا فيه ذكريات حلوة على فكرة مصر اللعبت فيه المباراة اللي كانت في تصفيات كسر عالم 90 وتعدلنا فيه ده ملعب تم تجديده لان الملعب ده انشئ سنة 1973 وتسمى طبعا على الشهيد محمد حملاوي الملعب اللي موجود في مدينة القسنطينة مدينة الجسور المعلقة الجميلة طبعا ملعب تجدد وتحدث بشكل رائع عشان يبقى من المصدفين لمباريات الشان في الجزار الشقيقة الملعب الرابع اللي معانا الملعب اللي احنا شفناه في دورة ألعاب البحر المتوسط ملعب ملوت هاتفي النجم الكبير طبعا نجم ملديت وهران احلاهم دول عشان ده بالقلوان واضحة شوية يعني لا وتقدر تقول ده يعني احلاهم شوية ولكن انا من وجهة نظري براقي رائع براقي انا عجبني جدا يعني والله مش عايز اقول لواحد فيهم معين ان كلهم ملعب جيدة جدا حيضيفوا كتير جدا للمنتخب الجزائري كمان في المستقبل من اجل المباريات وشفنا المنتخب الجزائري في مع جمال بالماضي لعب عليه مبارات مؤخرا مع مجيد بوجرة كمان هم بيبحثوا اكتر على انهم يطلعوا لعيبة ولكن المشكلة اللي ممكن تواجه مجيد بوجرة في البطولة محمودي كمان احمد قندوسي النجم الكبير وهداف الدوري الجزائري مع وفاق اسطيف عنده مشكلة كده وبيبحث عن عرض احتراف لو احتراف مش هيقدر طبعا يلعب في بطولة المحليين نتمنى طبعا للجزائر المغرب رايحة بالمنتخب الأولمبي بالمنتخب التاني برضو بتاعها المنتخب المحليين يعني والله اه اه بالمنتخب بتاع المحليين فريق عرب ونتمنى طبعا للجزائر الجزائر اولا في ملعب جديدة ده رقم واحد ثانيا بطولة المحليين في اطار السعي لمحاولة والصراع كبير بين الجزائر والمغرب على كاس الامم الافريقية في عشرين خمسة عشرين طرفنا عايزين يكون في ملعب على اعلى مستوى ده اللي موجود في ايه بقى الاخبار في الجزائر؟ ما بين الماضي والحاضر الجزائر قبل كده استضافت كاس الامم الافريقية اللي احنا عارفين همشي قاس الامر افغان المحليين سنة اهت تسعين لتوجود بقى الجزائر اللي اقوم مرة في تاريخها مع محمد كرمالي كان على ملعبين فقط ملعب عنابة وملعب خمسة جهولي الملعب الرئيسي الاكبر في دولة الجزائر اللي في العاصمة الجزائر ولكن النهاردة الجزائر زي عشان انت السبب اللي انت قلتو ده محمودي هم بيقدمه دلوقتي اجماعة احنا بنعمل ملعب جديدة اهو عايزين نستضيف كاس الامم الافريقية ده ايه بقى؟ ده بتتفرج عليه ده ملعب عنابة ملعب عنابة محمودي ملعب من الملعب اللي قبل كده تم انشاء سنة 1987 واستضافت كاس الامم الافريقية ده القديم ولكن تم تطويره وتجديده في مدينة من اجمل مدن الجزائر جوهرة الشرق زي ما بيقولو وعلى فكرة لازم انا كمان احبها اكتر انها فيه وحب احب اسمعه لطف دوبلكانون هو اصلا من موالدة النابة كمان فعايز اقولك ان الملعب ده تم تطويره وتحديثه بشكل رائع جدا حتى ان الملعب انت بتتفرج عليه من بساطة بتاعته تحس فعلا انه ملعب حيبقى ملعب من الملعب المحترمة تضيف لكمان لدولة الجزائر لو انت حتى بتخش السبق بتاع الفين خلس وعشرين ايه براقي براقي اللي هو في احد ضواحي العاصمة الجزائر انا في نهاية الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكو لو اول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليم محفز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة